تمام يا فندم خير يا عسكري المزدم مصطفى بقالي ومين مضربوا عن الطعام وبيخرجش مزلزانتو مصطفى؟ يوه مصطفى لا يا مصطفى انت مش عايز تأكلني كمان مش عايز تتكلم ملوش لازمة ايه بس اللي ملوش لازمة خلي عندك ثقة في رحمة ربنا ده هو الوحيد اللي قادر ينجيك في آخر لحظة مش باين ليه خلاص ما بقاش عندك ثقة في رحمة ربنا الصغف الله العزيز ربنا رحيم وعادل لما عبيدهم اللي ظلموا مبلهمش أمان قلتلك الطم أنا قمتلك محامي وهيرفع عضيتك للنق بطر خير كبير معقولة مصطفى معقولة بعد كل اللي بعمله عشانك أسمع أن انت مش عايز تاكل لش نفس لأ لازم تاكل لازم تاكل يا مصطفى عشان تعيش أعيش أعيش باستن الموت انت زار الموت يا بي أصعب من الموت نفسه وبعدين أنا خلاصة هخلص نفس بنفسي هروح للموت برجليها بدل ما انتظر يجرجرون من حد حبل مشنقة بس اللي بتعمله ده اسمه انتحار انت عايز تموت كافر مش كفاية خسرت دنيتك كمان عايز تخسر الأخرة ربنا رحيم وعالم بحالي وأنا متأكد إن لو رحتله هيرحمك لأنه هو الوحيد اللي عارف إنه مظلوم ولأني هشت في الدنيا دي بريء وما حدش رحمني يا مصطفى ساعدني ساعدني عشان عارف أساعدك لا يا بي انت كتر خيرك أول حد كده وأنا بصراحة كان نفسي عيش لحد مرضي لك حاجة يعني من جماهي لك لكن ندعيش في العمر يا أخي انت ليه ما عندكش أمل طيب قولي حاجة واحدة تخلي عندي أمل رحمة ربنا يا مصطفى المحامي اللي وكلته لك وقفتي جنبك كل دي أسباب تخليك تعيش وتتفاعل وفي حد يا باشا بيلبس البدلة الحامرة دي وإلحة تاني أيوة فيه مش كل قضية زي التاني يا مصطفى يمكن المحامي المرادي يلاقي صغرة ويخرجك بيها يمكن ما يلاقيش ويعدموه ما تخافش مش هيعدموه أنا مش خايف مش خايف بدهليه إن أنا مضرب على الأكل عشان رح للموت برجلية أخي حد يروح للموت برجلية مش حسن ما استناه أشرف فيه أنا ليه عند حضرتك طلب أخير أطلب يا مصطفى إيه ابني اللي أنا لسه ما شفتوش مش هيبقى له حد دلوقتي يعني كل ما تلاقي نفسك فاضي كده بقى شقر عليه والخير اللي كنت عايزة تعمله معايا عمله معايا وديك أهب تزكي عن صحتك وعفيتك في اليتيم ده هتعيش يا مصطفى هتعيش ومحدش هيرب ابنك غيرك كله 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 يا مصطفى كله ما تخلينيش ينقلك في مستشفى وربطك في سرير وعيشك على محليه كله تكسبنا موتت عايش من إيه تموت ليه يا أخي هو أنت اللي قتلته لا والله العظيم لا بس خلص أنا عمري خلص احنا بنعافر في إيه لازم تعافر عافر يا مصطفى لأنك لسه عايش وعمرك ما انتهيش افغم اللي بقى من عمري تقيل قوي مش قد هتحمله يا أخ وزبر وزبر بقى ده الصبر مفتاح الفرج طب طيب خطري صبر إيه وفرج إيه ده أنا مرمي في زنزانة عليها بدل الباب مية غير الترابيس والإفعل اللي علي وبدل السجان ألف وهي تقول لي صبر وفرج قادر ربنا ينجيك زي ما نجى سيدنا يوسف سيدنا يوسف نبي إنما أنا إنسان عادي بس مظلوم يا مصطفى وربنا بيستجيب لدعوة المظلوم ادعيله ادعيله عشان ينجيك يثبت له أنك عايز تعيش ولسه عندك أمل فيه وفرجى información ادعيله معه ده وينسان ه physic زي حسن بس compt 1920 ادعيله الثهية جدا لكن ادعيله باحد